يفضل الأهلي سر من أسرار تركيبة السعادة عند المصريين ويا رب دايماً الأهلي مفرحنا هليني أخذ حضراتكم بقى لـ 88 88 فتحت أيني على الطحونة الهولندية على كرة رائعة بتقدمها هولندا الجيل ده فاز ببطولة أوروبا سنة 88 وقدم الحقيقة للعالم 3 نجوم مسلس أطلق عليه في التوقيت ده مسلس الرعب نعرفه كواس جداً لأنهم قابلونا في كاس العالم 90 روت خاليت، فان باستن وفرانك ريكرد ومن بعدها ابتدى الواحد يعرف يعني إيه الطحونة الهولندية ويعني إين هجوم الكرة في هولندا اللي بيقدموا الحقيقة حتى على مستوى الأندية مش بس على مستوى المنتخب الهولندي كرة ممتعة كرة فيها متعة وفيها فن مش بس معتمدة على فكرة التاكتك أو معتمدة على فكرة القوة أو معتمدة على فكرة الليقاء البدنية ونجوم كتير جداً أمتعوا العالم على مدار سنين طويلة جداً لعبه الأكبر الأندية بفتكر منهم مع السلاسي المرعب طبعا دينيس بيركام بفتكر باتريك كلايفرت إدجار ديفيز ياب ستام فاندر سار طبعا واحد من حراس المرمى العظماء في تاريخ كرة القدم مارك أوفر مارس شنايدر أريل روبين فيرجل فاندايك طبعا من النجوم دلاتي ومنفس دي باي حقيقة كل الكاتالونيين وعشاء البرسة منتظرينه مع البرسة في السيزن القادم لكن الحقيقة لسنين طويلة يبدو أن المنتخب الهولندي بيحاول يلاقيها يستعيد هويته مرة تانية على الرغم من أنه المنتخب ده حتى والعروض اللي قدمها في بداية اليورو تقول أنه منتخب جاي ينافس منتخب جاي يقول هولندا قوى عظمى في عالم كرة القدم ورغم أنه مقدماته كانت محترمة جدا ونتاجه كانت أكتر من رائعة إلا أنه خرج قدام التشيك فيه واحدة من مفاجأات البطولة إيه اللي حصل؟ إزاي ممكن منتخب يضم الكوكبة دي من النجوم اللي بالمناسبة كلهم بيشاركوا مع فرقهم كأبطال يخرج من البطولة على إيد التشيك؟ كان واحد من الأسئلة الغريبة الحقيقة ويبدو أنه هولندا واحدة من الدول زيها زي إيطاليا بتحاول أنها ترجع للمشهد مرة تانية هل الجيل ده مؤهل أنه يقود هولندا للتتويج أو منصات التتويج مرة تانية ولا يظل منتخب البرتقالي زي ما بيسموه بعيد عن منصات التتويج الحقيقة يمكن هنحاول نتواصل يمكن مع واحد من نجوم المنتخب الهولندي واخدوا بالحضراتكم أنه هولندا مش بس موجودة على خريطة الكرة بمجموعة من اللاعبين الجايدين لكن كمان موجودة في خريطة التدريب بشكل كبير وتقدر تقول أنها مدرسة مدرسة بتميل لها حتى بشكل كبير يمكن على مدار فترات طويلة جدا كان الطابع الهولندي هو الغالب على كرة برشتونة وحضراتكم عارفين أنه برشتونة من أفضل الفرق اللي بتلعب كرة على مستوى العالم وكان برضو لسنين طويلة جدا الروافد الأساسية للفرق الكبيرة في أوروبا بتيجي من أندية هولندية عندنا فرقة زي فاينرد فرقة زي آيكس أمستردام طبعا بالتأكيد واحد من أهم الفرق في أوروبا وفي هولندا عندنا فريق زي آيندهوفن الفرق دي طول عمرها بتشتغل يعني كمعامل تفريخ لأكبر فرق أوروبا وكل نجوم أوروبا ابتدوا دايما أو أغلبهم يعني ابتدوا دايما من الدوري الهولندي وكانت انطلاقتهم بعد كده للدوريات الكبيرة في أوروبا شفنا طبعا أداء رائع شفنا تقلق ملفت لبعض النجوم وأعتقد أنه سوق الانتقالات بطولة اليوروب بتبقى مرتبطة بشكل كبير جدا بسوق الانتقالات للسيزن اللي جاي كل الأندية بتتابع كل الأندية بتشوف كل الأندية بتقيم مستويات اللاعبين وبالتالي بيبتدي فكرة التعقدات والاستهداف تحصل بعد انتهاء البطولة المنتخب اللي خرج ده أعتقد أنه هو هيكون مطمع كبير لعدد كبير من أندية أوروبا لأنه أقدم الحقيقة حتى مش بس باتكلم على يعني فيه صفقات اتحسمة زي فينالدون طبعا نجم ليفربول اللي راح خلاص هنشوفه السنة الجاية بتيشرت البي أش جي منفز دي باي طبعا مع البارسة وأنا بشوف أنه يمكن إضافة كبيرة جدا حقيقة ودعم كبير جدا لبارسونة الأسباني لكن الحقيقة مش بس دول أعتقد أنه الأسماء اللي حضرتكم شفتوها في تشكلة المنتخب الهولندي في نسخة اليورو 2020 هتنتشر بشكل كبير جدا عندنا طبعا ماتياس ديليخت واحد من أهم النجوم اللي قدمتهم هولندا في الفترة الأخيرة واللي تقلق بشكل كبير فرانك ديونج وغيرهم وغيرهم من الأسماء فيرجل فاندايك طبعا اللي غابه أعتقد غيابه كان مؤثر جدا على المنتخب الهولندي نهاية أعتقد أنه نجوم لحضرتكم تابعتوهم وشفتوهم هم نجوم المستقبل بالنسبة للكرة الهولندية وهتشوفوا الأسماء دي بتلعب في أكبر الأندية في أوروبا البطولة الحقيقة يمكن قدمت لنا مفاجآت كتير مش بس بداية خروج هولندا لكن خليني أقول لحضرتكم أنه خروج البرتغال مبارح كان مفاجأة كبيرة جدا وإن كنت أنا الحقيقة من أفضل الفرق اللي بشجحها وبشوف أنها بتقدم كرة محترمة وفريق يستحق أن يقف على مناصة تتويق بلجيكا وأنا شجعتها مبارح وقلت أتمنى أنها تفوز قدام البرتغال لكن تظل البرتغال قوى عظمى ده مش وجهة نظر إحنا بنتكلم على أرقام وعلى أسماء وعلى توليفة تصلح طبعا جدا للمنافسة على البطولة وتصلح جدا أنها تكون بطل نسخة يورو 2020 مش بس عشان هي حامل لقب لا أنا بكلم حضراتكم على منتخب يضم أسماء من العارة التقيل نتكلم على مدافع زي روبين دياز واحد من أفضل إن ما كانش بالفعل أفضل مدافع في أوروبا حاليا وهو بالتأكيد أفضل مدافع الدوري الإنجليزي مع بيبه عنصر خبرة ومشوار طويل جدا طبعا أبرزه أو أبرز محطة فيه كانت مع الملكي ريال مدريد نتكلم على خط هجوم ناري جوجو جوتا مع برناردو سيلفا وطبعا برناردو سيلفا واحد من أفضل أجنحة في الدوري الإنجليزي ويمكن نقول في أوروبا كمان نتكلم على الظاهرة كريستيانو رونالدو نتكلم على نجم منشستر ينايتد برونو فرنانديز نتكلم على جواو كانسيلو يعني بتتكلم على تشكيلة محترمة جدا إزاي تخرج؟ طبعا ماتش مبارح كرة غير الشوت التاني بالذاتي يعني الحقيقة من المنتخبين وبصرف النظر عن المتعة والمهارة لكن أنا بكلم على مستوى القوة واليقع البدنية كان الحقيقة ولا أروح لكن في النهاية خرجت البرتغال وقدمت لأول مرة بلجيكا طبعا جواو فليكس نسيته أنا بشوف الولد ده واحد من أفضل المواهب الكروية الموجودة وأنه مستقبل البرتغال يعني مع احترامي كل الأسماء طبعا أنا قلتها أسماء من العرد تقيل لكن أنا شايف أنه الولد ده هو مستقبل الكرة في البرتغال ينقصوا أنه يطلع أو يتحرك من أتلاتك ومدريد لنادي يليق به أنا شايف طبعا أتلاتك واحد من الأندية الكبيرة في أوروبا طبعا ومقدرش أقول أنه يعني لا يقل عن البرسة أو عن الريال لكن أنا شايف أن موهبة جواو فليكس محتاجة تروح لنادي كبير نادي بحجم بارمينشن بحجم برشلونة بحجم يوفنتس نادي يقدر يديله الشخصية والتقل بتاع البطل تشوف نسخة مختلفة تماما من جواو فليكس لكن في النهاية خرجت البرتغال زي ما قلت لحضراتكم ولأول مرة تقدم بلجيكا أو رأي اعتمادها كمرشح أساسي أو رئيسي للوصول لمنصة التتويج أو للوصول على الأقل لنهائي عندنا متشاط طبعا نارية انسى بقى اقفل صفحة دور المجموعات وافتح صفحة الأدوار الإقصائية ودي كلام تاني خالص الحقيقة هنتكلم عن اليورو بشكل مفصل يمكن يكون لها جزء سريع في حلقة النهاردة لكن كمان عايز أقول لحضراتكم أنه عندنا متشاط ومواجهات نارية يعني الحقيقة يمكن سواء في كوبة أمريكا اللي برضو بتزداد سخونة أو في بطولة أوروبا النهاردة عندنا متشو مهم جدا هيجمع بين فرنسا وبين سويسرا فرنسا لغاية النهاردة ما نزلتش بتقولها في البطولة أعتقد أنه النهاردة تبتدي أو يبتدي يظهر الوجه الحقيقي للمنتخب الفرنسي عندنا مواجهة نارية كمان في الستاشر هتجمع يوم الأربع على ما أتذكر بين ألمانيا وإنجلترا واحد من الفرقتين والاثنين من الفرق الكبار والاثنين من الفرق المرشحة للوصول للمباررة النهائية هيوضع البطولة وفريق آخر هيكمل على كل أحوال بتهيئة لأنه درجة استمتاع الناس بمتابعة اليورو بتسداد يوم بعد يوم المواجهات بتسداد عنف بتسداد صعوبة لقاء الأباطرة زي ما بيقولوا أو الفرق أو المتخبات التقيلة جدا هيبتدي يحصل في الأدوار اللي جاية وبالتاني نتوقع أن جرعة المتعة تزيد خلينا نكمل كلامنا مع حضرتكم في السادسة بقى عن مشوار الأهلي في الدوري وعن المواجهة المنتظرة طبعا في الدوري اللي بتجمع بين الأهلي وبيرامدز الأهلي في أعلى مستويات اللقاء الفنية والبدنية والروح المعنوية بعد تأهل المباراة النهائية وأعتقد أنه على عكس من ده هيكون موتش بيرامدز بس قبل ما نروح هيكون معنا لنا لقاء مع إرني براندز طبعا واحد من نجوم المنتخب الهولندي وفريق آيندهوفن وبالمناسبة هو كان مدرب آيندهوفن أيضا هيكون معنا من خلال تقنية الفيديو كونفرنس في السادسة مساء الخير بداية أهلا بك على شاشة الأهلي وهدخل في الموضوع عشان الوقت على طول مقدمات لا تؤدي بالضرورة النتائج رغم أن المنتخب الهولندي يقدم الحقيقة مستوى أكتر من رائع في دور المجموعات لكنه خرج على إيد تشيك من وجهة نظرك إيه هي أهم أسباب الخروج أنا لا أفهم الأسئلة أسفل أنا لا أستطيع أن أسمعك بشكل جيد ماذا أنت؟ طيب كان عندنا الصعوبة في التواصل معي هنحاول نتواصل معه مرة تانية ونسمع وجهة نظر وطبعا فيه خروج المنتخب الهولندي لكن خلينا نروح لفاصل نستقبل بعد واحد من النجوم النادي الأهلي كابتن أحمد عبد الفتاح مشوار طويل من النجاحات سبع بطولات اتحققت عن مستوى المحلي أو مستوى القاري مع النادي الأهلي بس قبل ما نستقبله في السادسة هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية شكرا